بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبة نتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله غضي نحضروا مع بعض تاكوس ميكس تحضير منزلي غضي نحضروا من العجين الحشوة أيضا الصوس المرافقة بجميع مراحل تحضيره تاكوس كي يجي غزال أنا متأكدي لأجربته غتولي ومدمنين عليه كي يجي هائل جدا بعجين ناجح مليار في المياه عجين كي يجي رطب وغزال تلويه كيف ما بغيتو يبقى معاكم ممكن تحضروا يعني حتى كمية وتخزنوها في المجمد عجين رائع وهائل وناجح وهائل جدا توضفو حتى الصندويتشات يعني كي يجي غزال هاد العجين وما كيتطلبش لقوام ولا جهد كتير والحشوة الديدة عن جد أول حاجة غدي نبدو بها هو هاد العجين هنا عندي 6 بيت جرام ديال دقيق أبيض عندي هنا معلقة صغيرة ديال الملح ومعلقة صغيرة عامرة ديال بدرة الحليب عندي 4 جرام ديال خميرة الحلويات اللي هي نصة شي ديال خميرة الحلويات عندي ربع كأس ديال الزيت وبالنسبة للحليب عندي تقريبا 260 ميلي لتخذ ديال الحليب اللي هي كاس ونص ديال الحليب وغادي نكمل بالماء ومعلقة صغيرة أو لمعلقة كبيرة ديال العسل ممكن ديال السكر عادي جدا أنا وضفت هاد ديال بستمر ماشي يعني ماشي شرط وضعت النواشي في أول شيء وغدا نضيف لهم ديال معلقة ديال العسل كيف قلت أولى السكر تعودوها بالسكر عادي جدا ودك ربع كأس ديال السيت هنا عندي كاس ونص ديال الحليب اللي هي 260 ميلي لتخ وتقريبا واحد كاس لارود الماء دائما الماء راهين بنوعية الدقيق واش كيتشرب أو لا لا مهم أنا ضفت الحليب جمعت العجين ديالي وكملت بالماء عادي جدا عاجين كيجي رائع أحسن من اللي يوبع أنا واحد الملاحظة أنا كان خدم بخبز تورتيلا يعني بعد المرات كانت قداه كان خدم به مملاحات وهذا رأي شفتوني يعني في الفيديو هاته كان ديال الملاحظة اللي لاحظة أنه ما كيغمال ما كيخسار ما كيصوف يبقى معك تل شهر ما كيسرالو تشي حاجة قالوا غداك الخبز أشنو واضعين فيه اللهم ما حضريه في دارك وانتي عارفة أشنو غا توكلي لوليداتك يعني غا توكليهم حاجة نقية جمعة العاجين جانست يعني دلكتوا تقريبا 1-5 دقيق دلكوه 1-8 دقيق يتدلكم زيان غادي نكمسو هاد البلاسيك هاد راه دابا متوفر عند لك يبيع الماعان مواد تنظيف غادي تلقاوه دايلين بحل هاد الشكل هاد الباكية فيها مية حبة توضفوها لديسير لللاح البتيخ دابا وقته وتكمسو به يعني أي حاجة هاكا عندكم محتابوني يعني وماسك للشعر راه تيصلح هنا بالنسبة للحشوة غادي نبدأ بتوابل عندي نص مع القاة دي البودرة التوم مع القاة صغيرة دي البابخي كعامرة مع القاة صغيرة دي الكوركم نص مع القاة دي السكنجبير راسل مع القاة دي اللبزار عندي مع القاة صغيرة عامرة دي القزبر يابس عندي مع القاة صغيرة دي القرفة عندي مع القاة صغيرة دي الكمون مع مراش وعندي واحد نص مع القضية القرونفل القرونفل مطحون هدو هما التوابل وغضي نخلي لكم كل شي مكتوب في صندوق الوصف غضي نخلط هالتوابل مزيان مزيان هالتوابل هي توابل الشوارمة أنا غضي نعطيها نسمة دي الشوارمة وممكن نضيفه السودانية لأنك كيف تعرفه طاكوس هذا كيكون فيه الحار يعني يزيده السودانية أنا غندي له ريسة إذا ما ضفت السودانية هنا عندي تقطعات دي الجيش هدو دي الشوارمة تقريبا 160 جرام ما عنديش بالسيف ضفت ليهم قياسهم ديها العطرية جوج معالقة ديها الياغورت ناتيوغ معالقة ديها الخردة العصرة ديها الحامض واللي بغا تصوصو جدي لها أنا ما درتهاش و أنا رقادوهم أنا خليتهم رقادوا 1 ربعة تسويح يعني خليوهم ترقضوا مزيان العجين يعني بعد ما دلكتها وجمعتها كمستها خليتها رتحت تقريبا ساعة يعني تريحوها من الساعة ممكن ولكن كل ما ريحتوها أكثر كتطوع معاكم في الخدمة قسمتها على كورات بهذا الشكل أعطتني 11 قطعة أنا في التالي غا دينقادهم 11 قطعة كل كورة فيها 90 جرام يعني 90 دي 92 كتكون فيهم بحل ما هكا في هاد الحدود لأنهم جوا حجم متوسط بغيتهم يجيكم حجم كبار من هكا غا دينقادهم 100 جرام في الحبة بعد ما غطيتهم خليتهم ارتاحوا 21 دقيقة كان بدا في سطح العمل كان نرشب الدقيقة وكان نبسط بهذا الشكل أنا كان نبسط ثلاثة الكورات كان خليهم يرتاحوا وكان ناخد أول كورة كان نرجع نبدأ نخدم فيها وهكا وأنا كان طيب وأنا كان نبسط في الكورات بنفس الطريقة حتى ساليس يعني رهم ضغيارة ما كاملش واحد الساعة كتكونوا وجدتوا صراح بعد ما كتعجنوا العجينة وكتخليوا ترتاح هاد الطريقة رهض غيام لي كتكون مقيلة سخون انتم ما كتخدمو كتطيبوا رهض غياء كتوجدو نحاول خديت أول كورة كتخليوا شوية ترتاح سوف نحاول نرققها مزيان على قد ما قدرش ونحاول وانا كان ندور باش نعطي هادك الشكل الدائري يعني رققوها مزيان سوف يكون في مقلات ساخنة على نار متوسطة يعني نسخل المقلات وننخلي النار متوسطة كان بدا نطيب وكانكتر لهم القليب على الجهتين بجوش كي بدايت شكلوا هاد الفقاعات قيت نفخوه شفتوا العجين كيفاش كيجي ما نقول لكم شرها كي يجي غزال سوف بنفس الطريقة غدي نبقى نكمل حتى نكمل دوك القطع ديالي كاملين اللي طيبتها كانوا ضعف منديل وكان كمس في بلاستيكا حتى كملتهم كاملين وهدا هو الشكل ديالهم دوك 11 القطع شفتوا كيفاش كيجي ورطب كيجي وغزال بعد المرات هاد العجين كان نسمو بالمطارد واحد معلقة صغيرة ديال المطارد كيجي عاجين ناجح هائل توضفوه لجميع الصندويتشات لجميع المملحات كيجي الغزال غزال رائع هاد العاجين وكيف قلت صنع منزلي وانتو ما عارفين ومتأكدين اشنو درتو فيه بالنسبة للحشوة خذت بصلا كبيرة غدي نشحرها شوية ديال السيت رشة ديال الملح وغدا نضيف لها من ديك العطرية هادك العطرية هي اللي غدي نبقى نوضف في هادة في الحشوة ديال بعد ما تشحرت لي ديك البصيلة وضعتها على جانب وشحرت هادك دكت قطعات ديال الجاج بنفس الطريقة كيف قلت أنا الجاجره خليته واحد ربعة تسويع ما رقد كل ما ترقد كل ما كيجي شارب لقاما وكيجي فيتي كيجي زوين وان شاء الله كيف قلت المقادير غدي تلقاوهم ضبوطين في صندوق الوصف كما العاد سوفي غدي نشحرهم مرة اللي بغد تزيد الهريسة فهادي ممكن أنا زتاف الكفتة اللي بغد تدير سودانيا اللي عندها سودانيا مطحونة أو للشاونية نديرها عادي جدا سفت طيبتها وضعتها هكا في طبيصيل وفي نفس المقلات غدين نوضع فيها أيضا كمية من زيت واحد الحبة ديال باصلة هكا صغيرة محكوكة وهنا عندي ربعمية وخمسين جرام ديال الكفتة كفتة لحم متبالة يعني أنا واخدها فيها شي شوية دياللي قاما وضفت لي همدوك التوابل اللي أنا حضرت معاكم في ذيك زليفة مع القياس ديالملح مع شوية ديالهريسة سوفو غدين نشحرها مزيان حتى كتنشف ليها الكفتة دياللي يعني حكا طيب وكتنشف وغدين وجدوا السوس اللي غدين نحضروا بها هنا عندي ميات ميلي لتخ أو لكاس ديال القشدة التارية إلا كنتوا غدينوا كمية أكتر غد ضعفوا الضوبلو يعني المقادير على زوج وعندي جوش قطاع ديالجبن ساندويتش ممكن نديروه مربع عادي جدا رشة ديالملح وشوية رشة من ديك من ديك التوابل وغد نضيف لها هدا جبن أحمر جبن إضام واحد الحفنة هكا ديالجبن إضام كتجي هاد سوس الجبن أو للسلسة الجبن يعني كتجي غزالة هادي ترافقوا بها الساندويتشات كتجي مضاقها هائل جدا هنا ربقة سخونة ملي كتتبردرها كتعقاد وكتجي معالك وغزالة وهدي هي اللي غادي نوضف للساندويتش وهدا فريت أنا دائما كان طيبه بنفس الطريقة في الفرن يعني قلت مكاين لاش نصوره معاكم لان الطريقة را دائما يعني عرفتوني كيفش كان طيبه في الفرن كي يجي ايضا غزال خديت الخبز تورتيلا أو الخبز تاكوس بعد ما حضرته وضعت فيه ديك سوس سلسة الجبن وضعت فيه الحشوة يعني شوية مدك تجاج والبصلة اللي شحارت وديك الكفتة وغادي نوضع عليها ايضا الفريت بهذا الشكل وشوية ديال السلسة هاكا من الفوق ممكن ديروسوس الجغيان اللي كيبغيها ممكن انا كتفيت بهذا السلسة الجبن وجوه الداد وجوه هائلين جدا وصدقوني هاد وراه كي جوه الداد وبنان حسن من دك شي اللي كيتبع يعني كيكون غير كثرة لسوس وهدا كتوضر لهم كتدوقي غير السلسات ما ما كتدوقيش يا حاجة اخرى ما غير ذو كل لسوس مخلطين قليل قليل اللي كتلقي عندو يعني طاكوس بوحد المداق غزان طريقة كيشتو طريقة تحضير دياله سهلة جدا لا عدر عليكي من بعد اليوم يعني وبرع ولداتك بشهيوات اللي غدي تحضرهم في الدار دياليك ما كيتطلبوش لاقوام ولا جهد كتير ومن باب التغيير يعني الصيف هذه هي الشهيوات يعني اللي كتكلف الصيف بالساف غدي نلفهم بهالطريقة وانتو ما لكم الاختيار تعمروا كتر من هكا لكم الاختيار وغدي نضعوهم في آلة البانيني حتى كي تحمروه او لا ممكن ديرهم غرف مقلات واضغطو عليهم هكاوت وتحمروهم على الجهتين صافوا هدا هو الشكل ليا لهم بعد ما تحمرو صدقوني كيجيو للدات كيجيو غزالين هائلين ورائعين جدا انا غنقطع معاكم باش شوفو يعني الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجيو انا هاد الكمية اللي حضرت عطاتني تبقى تقريبا خمسة دياللي تاكوس يعني واحتفت بالعاجين بغيتوا تديرو اكتر يعني غادي تضوب لو كيف قلت المقادر ديالحشوة هدا هو الشكل ليا لهم كييجيو للدات عن جد رائعين وبهكذا حلقتنا دياليوم غادي تكون سلاة نتمنى هاد الاقتراح دياليوم اروقكم جربوه ان شاء الله في بيوتكم وتكلوب حولنا شكرا للمتابعة وانتظروا في الحلقات المقبلة بإذن الله شكرا للمتابعة